طيب تعالوا بقى ننتقل لملفة اخر النهاردة ان شاء الله حيكون فيه اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي طبعا برئاسة الكابتل محمود الخطيب وبحضور مجلس ادارة شركة الكرة لعرض اخر التطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الابطال وفي مقدمتها طبعا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يختر الاهلي بمكان وموعد المباراة حتى الان بمخاطبات رسمية كما ان الكاف لم يرد على طلبات النادي التي ارسلها منذ حوالي اربعة ايام والتي تدمرت تحديد حصة الاهلي في تذاكر المباراة واسعارها طبعا اخدم في الاعتبار ان ان شاء الله المفروض ان النادي الاهلي هيكون ليه نصف ساعة الاستاذ وكذلك مسئولياته عن حصول جماهير النادي الاهلي على تأشيرات الصفر كل الامور دي هتتناقش النهاردة ان شاء الله طبعا لحسم العديد من القرارات المهمة والامور اللي كانت معلقة الى حد بير طوال الايام القليلة الماضية حلو جدا دي اخبار اعتقد ناس كتيرة على السوشل ميديا تحديدا تويتر كانت بتتساءل فعلا عن الاجابات امتى هتطلع فده كويس جدا ان هو يتم هذا الاجتماع اعتقد هيكون في غاية الاهمية نقول بقى اكيد اللي هيصفر عنه هذا الاجتماع بكرة محضراتكم ان شاء الله في الحلق